أمام أسوار قصور ومنازل المسؤولين يبحثن ويفتشن عن أمومتهن المصادرة عن فلذات أكبادهن المخفيين بلا تهم وبلا مصير معلوم هكذا مر عيد الأم على أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في سجون عدن المدينة المحررة منذ منتصف عام 2015 لكن معظم سجونها ما تزال خارج سيطرة الحكومة وتديرها قوات أمنية مدعومة إمارتيا وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين أمام أسوار قصر المعاشيق التي يقطن بداخلها مسؤولو الحكومة ومندوبو التحالف المسؤولون عن ملف عدن الأمني الخذلان والأسف من التجاهل الرسمي لقضية أبنائهن المخفيين ومصادرة حريتهم وانتهاك كرامتهم كان أبرز ملامح الوقفة الاحتجاجية وطالبت الوقفة الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه المختطفين والكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم دون قيد أو شر وندينا في وقفتنا هذا تهديد حرس منزل وزير الداخلية أحمد الميساري يوم أمس الأربعاء للأمهات المختطفين بإحضار شرطة نسائية في الوقت الذي يقف أمام منزلهم المطالبة بالكشف عن مصير أبناؤنا النائب العام علي الأعوش كشف عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين بعد صمت استمر طويلا حيال قضايا السجون السرية والمختطفين والمخفيين قسرا وقطع الأعوش عودا لرابطة أمهات المختطفين بالكشف عن مصير ذويهن ومتابعة اللجنة المكلفة بالملف في فترة أقصاها الثلاثاء القادم فهل تثمر مساعي في وضع نهاية لمأساة عشرات الأسر؟ أم أن وعوده ستذهب كسابقه من المسؤولين أدراج الرياء؟ ترجمة نانسي قنقر